السلام عليكم كيف حاكم أصدقائي ومتابعين في قناة فوتشر كوين وقناة بتسي وورليد عالم البيتكوين فيديو الجديد على قناتنا فيديو راح تتكلم فيه عن عملة تيرا لونا أو لونا ديم فاصل صفر أما باش فيديو أصدقائي فتمنى لا تشتركوا بالقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية ولا تنسوا تضمنوا قناة على تليجرام ولا تنسوا تشاركوا في الاكتتاب ورح تركيكم الروابط أسفل الفيديو طبعا ينتهي الاكتتاب بعد يومين بالضبط راح ينتهي الاكتتاب والعملة بتصير متاحة للتداول والسعر الموجود حاليا زقائي بما راح تشوفوه مرة ثانية الخطوة القادمة هي أوسان الاكتتاب القادم راح يكون صفر بوين صفرين طاش خليكم معنا زقائي إلى بعد الاترو موسيقى طبعا أصدقائنا طرحت عملة تيرا لونة او عملة لونة دي فاصل صفر على منصتين اللي هي منصة باي بت ومنصة كوكوين طبعا زقائي الاشخاص المشتريين عملة لونة على منصة كوكوين مثل ما ذكرت بالفيديوهات السابقة ومثل ما وضحت واشرت بالفيديوهات السابقة طبعا تم تعويض الاشخاص اللي اشتروا انا مشتري على منصة كوكوين طبعا معي 4 مليون قطعة من عملة لونة او لونة كلاسيك حاليا صار انخفاض كبير بسعر عملة تيرا لونة يعني اللي ربحنا من التعويض اخسرناه في عملة تيرا لونة حاليا سعر عملة تيرا لونة 0.409 لكن اصدقائي هتك المطبيعي مدام منصب باينس وقف التداول على عملة تيرا لونة طبعا أملك تقريبا 4 مليون وربع من قطع عملة تيرا لونة او عملة لونة كلاسيك طبعا اذا من روح على عملة لونة انا تم طويضي بتقريبا 20 قطعة والعملة كان سعره 30 دولار اول من طرح العملة وصل سعره الى 30 دولار على منصة باي بيت العملة ضربت 30 دولار يعني العشرين قطعة وصل سعره الى 600 دولار حاليا سعر القطع 117 دولار بعدما كان السعر في 600 دولار العملة الخفضة كثير اصدقائي لكن حاليا سنتظر الطرح على منصب باينس طبعا عملة لونة كلاسيك رح تنفجر وعملة لونة 2.0 كمان رح تنفجر في الايام القادمة بعد الطرح على منصب باينس كميات شراء وفوليوم عالي رح يصير بعد الطرح على منصب باينس اذا بدك تستفاد تبدأ تشتري حاليا من السعر الحالي على منصة كونكوين الرابط اسفل الفيديو انشئ حساب قم بانشاء حساب واشتري بالسعر الحالي سعر الحالي مناسب جدا للشراء طبعا حين من وجهة نظر الشخصي او من دراستك قبل الشراء في اي عملة طبعا زقائي عملة لونة 2.0 قاموا بانشاء بلوكشاين خاص فيهم طبعا والبلوكشاين لا يرتبط بأي عملة مستقرة اخرى يعني العملة اليو اس تي تم التخلي عنها مقابل عملة لونة 2.0 يعني ببقى في شي اسموه عملة يو اس تي او دولار ثابت خاص بعملة لونة هذا اللي بلوكشاين يعمل بدون عملة مستقرة هاي النقطة الاولى اصدقائي النقطة الثاية الاشخاص اللي بقلو لي طيب عدد القطع اللي اختفت شو رح يصير فيها طبعا بعد ما يفتح تداول على المنصة اللي انت مشتري بنا تقدر تبيع القطع اللي معك تقدر تبيع المكافأة اللي حصلت عليها او التعويض اللي حصلت عليه طبعا اصدقائي دقطة بدي وضحها منصة بانس رح تطرح عملة لونة كلاسيك يوم ثلاثين مايو وعملة لونة 2.0 يوم واحد وثلاثين مايو اما بنسمي العملة لونة كلاسيك رح ترجع القطع الخاصة فيك للمنصة ورح تقدر تبيع القطع يوم ثلاثين مايو اصدقائي بكم وصلنا هاي الفيديو بتمنى الفيديو كنا لعجابك لا تنسى تشترك بقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصل لك كل جديد في عالم العملات الرقمي ما اصدقائي دوبتو بخير